مرحبا بكزمي لمحمد مشاهدين الكارم أهلا بكم للأخبار الاقتصادية بداية غياب المنتوج الجزائري بالمحلات التجارية بالخارج وقعون يتطلب خريطة جديدة لتسهيل عملية التعريف به من طرف الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بفرنسا سولف دعماش في هذا التقرير المتجول في أروقة المحلات التجارية بالخارج يلاحظ غياب شبه كل للمنتوجات الجزائرية برفوفها وضعية ليست بالجديدة إلا أن الظرف الحالي يستدعي قلب المعادلة فكيف يتحقق ذلك؟ يمكن أن يتحقق ألجاريا لأنه لا يتحقق ألجاريا لأني الغرفة الجزائرية من المعارضة إلى أن المعارضة في المحلات تحقق ألجاري ونمنظم في أروب الع Chong، فعنال سمونا في مكتنزة القديم في الخارج العريقي، المعارضة إنساعدت أولاً فألخما كانت قبل الأيضة لديه محل يتحقق أولاً وهم تنزل من الأحضار تحقق في الأحضار على بذلة أم Resource الآن يتحقق أعضن المستثمرون المحليون بدورهم اعترفوا بغياب التسويق الجيد للمنتوج الجزائري من خلال شكل ولون تغليف المنتوج معتبرين أن هذا الإشكال يمكن تداركه السوق الأوروبي بصفة عامة عندها شروط تحلي في كثير من أحيان لا رهيش نفس الشروط مثل السوق الجزائري هما في إطار تغليف المنتوجات عندهم شروط خاصة بهم ولكن هذه الشروط لا نعلمها إلا أن نتعلمها ونقدم المنتوجات حسب دفتر الشروط هو إذن جزء من إشكالية غياب المنتوج الجزائري بالخارج والجزائر اليوم مجبرة بأن تخضع للمعايير الدولية لتعزيز تجارتها الخارجية وتدارك العجز نتيجة تراجع إرادات المحروقات هذا وفي ذلي تناقص موارد الخزينة العمومية كثر الحديث مؤخرا عن ضرورة توجيه الدعم نحو مستحقه فقط عوض استفادة الجميع منه وهو ما يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة أحمد رجدي والتفاصيل الجدل الذي أثرته قرارات محاولة احتواء أزمة تناقص عائدة النفط لا يزال متواصلا حيث يكثر الحديث حول إمكانية التراجع عن سياسة الدعم العشوائي واعتماد طريقة تتوافق بين دعم الطبقات الهشة والحفاظ على الموارد أنا أعتقد أن من الأفضل الدولة في أقرب وقت ممكن تتنظم مرحلة انتقالية لكي نمر للدعم المباشر المشخص إخويا الزوالي والضاعف لعندهم بدخول ضعيف وكذا اللهم بارك دعم مباشر يستفاد بإمكانية أما السوق البضايا لما توضع في السوق كان حليب والزيت والله كذا تحط السعر التوازن كل الناس تدفع سعر التوازن دعم بعض المواد فتح الباب واسعا أمام التبذير والإسراف في استعمالها على غرار الماء والكهرباء التي تعرف فتورة استهلاكهما ارتفاعا كبير في قدر الالوات الفينانس هذا الميساس جاءت في المناسبة وين بعض المواد نقولوا مثلا الانيرجي اغمانتي لذلك اليوم السؤال سوف نذهب داخل المؤسسة كيف تقوم بإمكانية الانيرجي التوجه للدعم المباشر المشخص عوض دعم السلع من شأنه تخفيض فتورة النفقات وحماية بعض الموارد من النظوب ما جعله ضرورة حتمية لحماية الاقتصاد إلى موضوع اخر وفي وقت يتزايد فيه معدل تهرب ضريبي لتجارب الجزائر يشتكي هؤلاء من نسبة ضرائب المرتفعة ما ينعكس سلبا على الاسعار وكذا مخطط الحكومة لتحصيل الضريبي التقرير لسوريا شعلال وهشم خران يبدو ان ارتفاع الاسعار والغلاء لم يعد يقتصر على المستهلك فقط عين اضحى التاجر هو الاخر يعاني من ارتفاع نسبة الضريبة التي اصبحت تخل بالمعادلة التجارية كريم احد التجار الذين اثقلت كهلهم الضرائب المرتفعة ما جعله يفكر في تغيير مهنته ارتفاع الضرائب وما ينجم عنه من تهرب ضريبي امر يهدد مشروع الحكومة في تعويض الجباية النفطية بالجباية العادية اذا نظرنا الى الجباية فنجد هل تمثل الى شيء قليل وبالتالي لا يمكن ان نعتبر المردود الجباية كمصدر اساسي لتمويل الاقتصاد الجزائري دعوات الفاعلين في الميدان لجعل الجزائر جنة ضريبية تبقى مرهونة بمدى حنكة الحكومة في كسب ثقة التاجر قبل تحصيل الضرائب وفي قطاع الطاقة صراح اليوم مندوبان بأوبيك بان الدول المنتجة للنفط من داخلة المنظمة وخارجها لم تتفق بعد على اي موعد لعقد اجتماع لمناقشة خطوات لدعم اسعار الخامة هذا وقال احد المندوبين بان مثل هذا الاجتماع سيكون فكرة افضل من عقد اجتماع يقتصر على منظمة البلدان المصدرة للبترولة بان الوزراء يناقشون الامر في حين قال مندوب اخر بأوبيك بان مثل هذا الاجتماع سيكون على مستوى الخبراء وليس على المستوى الوزاري الاخبار الاقتصادية تتجدد معكم في الحصادية الاخبارية لقاعدة لك زميلي محمد بقيت الاخبار شكرا لك وفي اخبار